مرحبا وسهل أخوي سيف سعيدين جدا بيوجودك اليوم ويانا مبروك على إصدارك لكتابك بسقة ذكية كتاب ممتع جدا الكتاب ماخذ عني ساعتين طرح جميل وسهل أي محتوى جدا سهل ويفيد الجميع أنا من وجهة نظري وتعد سيف أنت من الناس اللي هم مشاء الله يقدمون محتوى جدا رائع عبر قنوات التواصل الاجتماعي فجريت لو تخبرنا شوي عنك وعن المحتوى اللي أنت تقدم اليوم في الانستقرام زين بعبد العزيز مشكور ومشكور على الفيدباك مع الكتاب أنت من أول الناس اللي قروا الكتاب وعطوني رأيهم فيه فبالنسبة لحسابي في الانستقرام أنا تبديت يمكن من حوالي ثلاث لأربع شهور من أول ما أصدرت الكتاب فوجهت صعوبة في نشرة نشر الكتاب نفسه فقلت لا شيء فايدة غير أني أنشرف كاري عن طريق الانستقرام الناس هناك تحب تشوف وتقرأ وبسرعة يقدر أوصل للناس فهي الفكرة الأولية في سيف كيف تقدر تفيد الناس تدري نحنا اليوم ما نقدر نفيد الناس عن طريق الهلوس أنا ما عندي مئتين مليون أعساب ووزع مليون على كل شخص فقلت أنه خلنا نسلح الناس بالعلم عشان يحصلون ليبون فاللي صار كانت عندي فكرة أني أنشر هالنوع من الوعي في المجتمع والحمد لله حصلت أقبال كبير جدا وكانت أول أنواع الوعي هو الوعي المالي شوف كتابي يتكلم عن أربع نقاط كيف تنجح في المدرسة كيف تنجح في الجامعة كيف تنجح في الوظيفة كيف تنجح في الحياة المالية أكثر موضوع الآن الناس وائد حبته له كيف تنجح في الحياة المالية لأن أنت تدري من واقع خبرة الناس الحين ينجح في المدرسة وينجح في الجامعة وينجح في الدوام بس يفشل في الحياة المالية وأقصد الفشل في الحياة المالية هو أن يدخل في ديون ودخل في قضايا مالية وبعدين يدخل السجن وهذا اللي طعف كل يصبح بلا قيمة ألفاه�� كيف تنجح في كل هذه وتبدا أحسن درجات وأخذ شيء يجعل في الحياة المالية المشكلة أننا في المدرسة ما كنا نحصل هالنوع من التوعية المالية ولا في المجتمع وخاصة في أيام سوشال ميديا الحين الشهية الشرائية أصبحت عالية أصبح الناس اليوم أول ما ينزل معاش أسبوعين خلص يعني نصل الشهر يقول طاربا بالضبط فيقول لك هي أول مشكلة الجذرية الناس مبقادرة تمسك فلوسها وزيادة على هذا الكلام الناس معاشات مزينة ليس نفس بعض الدول الحمد لله في دولة المارات لدينا معاشات جدا ممتازة ولكن ما يتبقى آخر شيء لين آخر الشهر أي شيء من المعاش سيف شو الحل الحل هو في إدارة مصاريفك المالية فن للدخار حسنا قبل ما ندخل سيف في هذه الجزئية اليوم يوم نتكلم نحن عن المشكلة هاي اللي انت طرحت في البداية أسبوع الثاني أسبوع الثالث طار الراتب نصف شهر خلص الراتب هل المشكلة هذي فعلا بهذا الحجم يعني اليوم يوم سيف يقدم هالمحتوى يقدم عشان فعلا هناك مشكلة بواقع تواصلك انت مع الناس أنا فعلا عدد كبير من الناس ما عندهم ثقافة الادخار قرأت في السي أم بي سي أنا قبل فترة خبر يقول لك الإحصائية هاي في أمريكا يقول لك من كل خمسة سووا لهم الدراسة هذي أو كانوا ضمن الدراسة هذي من كل خمسة واحد يدخر فقط والذي يدخر أقل عن 20% من أجمالي المبلغ اللي يدخل عليه في حسابه نعم فهل نحن عنا هنا نفس المشكلة مواقع خبرتك أبو عبدالعزيز أنا مريت في هذا الخبرة أنا مريت في هذه الخبرة اللي صار أنه من بديت أشتغل بديت أستلم راتب بدت شهيتي الشرائية تكون عالية أصبحت أحب أشتري وأصبحت طبعا يمكن شباب أنا دومت في سنة 2011 فخلال هذه الفترة كل واحد عنده سيارة حلوة وكل واحد يسير مطاعم ويسافر وغيرة ولمعاش المفروض أنه يبقى مننا شوية ولكن اللي صار أنه اشتريت لي سيارة بحكم أنه كل ربيع عنده سيارات حلوة المفروض تكون عند سيارة حلوة صحيح لكن اشتريتها على البنك مثل ما ربيع اشترواها اللي صار أنه كلما أنت تدخل في وهم الديون تطيح في واقع وحياة ليست حياتك فتصبح إيدك ومصاريفك عالية جدا ونت لا تشعر فهذه المشكلة موجودة عند أغلب الشباب لو تقول عندنا في الإمارات موجودة أمية بالأمية عند الأغلب ومو بقادر يطلع منها الحفرة نحن عندنا ويد ناس دخلوا في هذه المشكلة وخاصة إذا ما دخل في موضوع السيارات الحلوة أو القروض المالية دخل في موضوع الزواج بصرف الزواجة وغيرها ولا دخل في أي مشاريع تجارية وخسر فيها كلها بقروض فالمشكلة الأساسية هي الناس ما تحسب ما بعد القرض ما بعد الصرف ما يحسبون أنه خلال شهر من المعاشر اللي أنت بتستلمه كيف بتوزعه وشو بتبقى منه وشو عندك أهداف وغيرها أوكي إذا اليوم نحن بنقول بدر تخرج من الجامعة وحصل له وظيفة الوظيفة هاي براتب 20 ألف نعم أوكي براتب 20 ألف في مكانه نكن تطمح له وسعيد جدا بهاي الوظيفة لكن الحين اللي يطمح لبدر أنه يبتدي حياته صح من حيث الإدارة المالية شو اللي ينصحه سيف وكيف يبتدي هذه المرحلة اليديدة من حياته اللي هي مرحلة الوظيفة أوكي شوف أنا بأعطيك على السيناريو اللي أعطيتني لأن في ناس معاشاتهم 10 ألف يقول لك سيف أنا ما بقدر أطبق كل اللي قلته وفي ناس معاشاتهم 190 يقول لك لا أنا ما أحتاج أطبق هذا اللي بتقوله لكن كل هذه الأمور اللي بقولها تفيد كل فئات المجتمع إن كنت موظف أو كنت تاجر أو كنت وارث فلوس من النهار صح صح شو هي الحلول أنا استخدمت ثلاث أدوات طبعا من خبرة أنا ما استخدمتها على طول أنا استخدمتها بعد ما فهمت بالضبط وين المشكلة اللي نطحت فيها وطلعت منها حسنا حسنا الأدوات أنا أسميهم أدوات يعني مسمياتهم كالتالي واحد هو كيفية اختيار الوظيفة لا حسنا واحد هي الأداة التي تستخدم لتحديد أهدافك الوظيفية لأول خمس سنوات حسنا هذه أول أداة منتاز الأداة الثانية هي كيفية تحديد طموحاتك المادية الثالث إدارة حياتك المالية إدارة نصاريفك الشهرية ويشرحهم حبة حبة نزين تشوف لازم تبدأوا شي في الوظيفة تمام كيف أنك تحدد أنت مهامك كيف تحدد أهدافك الوظيفية وشو تبغي أنت خلال خمس سنوات نزين ليش أقول هذا الكلام أقول هذا الكلام لنا في وائد ناس يقول لك أول ما يداوم يقول خلاص أنا أبغي أطلع من وظيفتي خلال ثلاث سنوات وأربع إذا أنت قلت هذا الكلام معناته ما بيكون عندك أهداف واضحة ولا بيكون عندك التزام في الوظيفة ولا بيكون عندك التزام في حياتك المالية صح فأول شي تبدأ في تحديد أهدافك الوظيفية نزين تكتب في أكسل في الأكسل تكتب بالضبط أنا اليوم موظف بعد خمس سنوات شو أبغي أصير تصير تشوف أفضل خمس أشخاص معك في هذه الوظيفة مديرك زميلك من وما كان تشوف شو هو التخصص الذي يدرسوه شو يسوون بالضبط من العمل شو تبغيه من الوظيفة أنت بالضبط لازم تحدث كل هذه الأمور أنا أبغي من الوظيفة المعاش أنا أبغي من الوظيفة أخدم وطني أنا أبغي من هذه الوظيفة أدفع مثلا مدارس أبنائي أو تأمين الصحي وإلى آخره فتكتب كل هذه الأمور وتكون واضح مع نفسك شوف ما أحد يشوفك في هذا الأكسل اشرح بالضبط شو تبغيه لأن في ناس يدخلون وظيفة يقولك أنا والله هذه برج جوب يقولونها بهذه الطريقة برج جوب الوظيفة كأنها نفس الجسر بس بمر فيها لمدة سنة وبطلع فإذا كانت الأهداف غير واضحة هنا في الوظيفة ما بتقدر توضح الأمور الباقية أوكي وكتاجر لازم تكون واضح فيه المكان اللي بتطلع من الفلوس اللي هي مهنتك لأن هي بتكون هي حق الوظيفة وحق المهنة مهنتك إذا ما كنت واضح كم سنة تبغي تتم فيها شو أهدافك فيها وين تبغي توصل شو اللي تبغي تسوي لأن أول شيء أول أداة هي الأداة لتطلع لك الفلوس تمام الأداة الثانية هي اللي تنظم لك شو الأهداف اللي تبغيها من هذه الفلوس نعم الثالثة هي اللي تنظم لك فلوسك جميل الآن خلصنا من أول أكسل فالحين أول جزئية هي جزئية تحديد الأهداف أنا كموظف أحدد الناس اللي أشوفهم أنا كقدوة في المكان اللي نعمل فيه صحيح أحدد أهدافي أنا أو أحدد موقع يعني الهدف اللي حاطنا من المكان اللي أنا فيه صح إذا أنا بطول في هالمكان أشوف أحط لي مثلا بوست معين أنجاز معين أو أحققها في هالمكان طيب هذي الأهداف الوظيفية الآن قلت لي بعدين الجزء الثاني اللي هو أهدافي المالية أو الأهداف المادية الأهداف المادية شوف النقطة الأولى ليش أنا قلتها قلتها عشان ترسخ في ذهنك وتفهم أنت شو بيكون مكانك من الوظيفة أو من دخلك دخل الانكم لأنه دخل يكون صح بعد ما وضحت أهدافك الوظيفية المادية ننتقل للمرحلة الثانية وهي هو أكسل شيت لتحديد أهدافك المادية من الحياة الأهداف النهائية شو هذا الأكسل يا سيف؟ هذا الأكسل تكتب فيه كل الطموحات اللي تكون تبغي توصلها لها قيمة لها قيمة تكون لها سعر مادي لطول حياتك خلاص انت تبغي خلال ثلاثين سنة تشتري لك مثلا واحد واثنين وثلاثة واربع اللي فيهم قيمة عالية ومنهم حتى الأشياء اللي بتيب لك إنكم بتيب لك دخل مشاريع ولا شيء تجاري انزين أنا أعطيك الآن مثال عشان الناس بس يفهمون شو هو المثال اللي بتكلم عنه كيف يسوون هذا الأكسل المثال هو كالتالي الآن بتكلم عن شخص اسمه خلنا نقول راشد راشد يبغي بيت في الخوانيج يبغي يسوي له مشروع مطعم مطعم شوارم مثلا يبغي يشتري له مرسيدس مرسيدس مثلا اس كلاس يبغي يشتري له عقارين يبغي كل هذه الأمور راشد موظف راشد موظف إذا قلت هذا الكلام قلت أنك تبغي بيت وخلاص ما كتبتها ولا حطت لخطة اعتبر كل سنوات عمرك راحة و بدون ما تسوي فلازم أول شي تسوي تكتبهم عشان تفهم أول شي هل هذي أحلام مهمية أو هل هذي طموحات فعلية كتبت هل خمس أشياء بعد ما تكتبهم لازم تفصل بالضبط شو هم هذي الأهداف بالتفصيل يعني بيت في الخوانيج تكتب كم غرفة أي خوانيج فيهم الأولى الثانية وين الموقع كم المكان يعني تقيم هذا العقار لديش موقع دوبزل وتكتب بالضبط التفاصيل هذه ويطلع لك سعر صح إذا طلع لك السعر خمسة مليون ستة مليون تكتبه ما فيها مشكلة السيارة تدج دوبزل بعد مرة ثانية وتكتب نفس الشي تطلع التفاصيل يطلع لك سعر تكتب السعر 400 ألف مثلا المشاريع خلنا نقول مشروع اللي يباهو مثلا مطعم شاورما يكتب بالضبط كم تكلفته طلع له مثلا التكلفة كاملة 400 ألف حتى لو سيفة الشي هذا بيتغير مثلا القيمة اللي حطيتها أنا ممكن تتغير عقب سنتين ثلاثة بس أنا أبدأ وأنا عارف وين ساير صح وبعدين تضع لك الشقة الأولى من مكانها يكتب لك مثلا داون تاون كم مساحتها كم الغرف اللي فيها اكتب بيطلع لك السعر نفس الشي في الشقة الثانية بعد كم بيطلع لك كم السعر تضع السعر اجمع السعر هاذه اجمع القيمة لكل طموحاتك هاذي بيطلع لك رقم خلنا نقول البيت هذا ب 5 مليون سوف تخوف الناس يخافون يقول 5 مليون 6 مليون السعر 3 مليون سعر الفيلا مثلا 3 مليون سعر الشقة مثلا 500 ألف الشقة الثانية 500 ألف المشروع 300 ألف زائد السيارة مثلا 400 ألف كلها على الباظة يمكن يتضع لك حوالي 5 مليون الآن أنت يا راشد كل طموحاتك في الحياة التي كنت تبغيها طلع سعرها كم خمسة مليون الآن هل أنت عندك خمسة مليون ولا هل ورثت أنت ولا سويت ما عندك أنا بعدني توني موظف توني بادي حياتي حلو الكلام فمعناته هذا الرقم مقارنة بمعاشق بعدما تشوف معاشق صعب جدا توصلها صعب جدا إذا معاشق 20 ألف وانت بتصرف من 20 ألف يمكن عشرة فصعب جدا توصل لهذا الرقم بس في حل الحل هو كالتالي تشوف بالضبط إذا أنت تبغي تشتري الأمور هذه على البنك إذا قرض ولغيرة لازم دفع أولى فتحسبهم طريقة من أول يديد إذا كان على البنك 20% تبغى تدفع من البيت اللي هو بـ 3 مليون 20% من 3 مليون كان يطلع لك 600 ألف فلازم تتوفر 600 ألف تكتب هذا الرقم الشيقتين خلنا نقول بعد لازم 20% بالـ 100 دون بيمن فالحينة في الادخار أنا ما أحط المبلغ كله أحط الدفع الأولى تحط الدفع الأولى عسر بتسوي الخطة وتشوف كم بيطلع لك المبلغ ثاني لأن مبلغين أنا بطلع لك مبلغ إذا بتدفع كاش أو مبلغ إذا كان على البنك عشان تحقق طموحك الهدف هو تحقيق طموح صح ولا صحيح أنت هنا في هذا المكان مثل ما قلت ما حد يشوفك ما حد يدري أنت عن شو تفكر فتكون صادق مع نفسك فتكون صادق مع نفسك كل بوضوح تسجل بوضوح تفهم أنت وينت بتوصل بحياتك جلسة مع النفسي تعتبر صح فتيلس وتكتب بالضبط الأرقام هذه دون بيمنت على البنك في دفع أولى تدفع 20% حق البيوت وأيضا حق السيارات بعد 20% فطلع لراشد رقم بعد مرة ثانية كان 5 مليون إذا كان كاش أو إذا كان على البنك أصبح الآن تقريبا خلنا نقول مليونين وثمانمية أو خلنا نقول ثلاثة مليون فنقص الرقم نزين الآن راشد أصبح مخير أصبح يفهم إذا أنا أبغي أشتري كل الطموحات هذه كاش كم أحتاج من مدة وإذا أحتاج أشتري على البنك كم أحتاج من مدة كيف تعرف هذا الشيء بالطريقة التالية اللي يتبقى من معاشق تقسمه على هذا الرقم بيطلع لك عدد الأشهر تشوف الأشهر هذي تضربها بـ 12 اللي يتبقى من معاشق من عقب شو؟ من بعد ما تصرف معاشق مثلا 20 تبقى من معاشق 10 هذا السيفينك إذا تبقى تشوي السيفينك إذا تبقى تتدخر صحب الله؟ أوكي هذا المبلغ تقسم على هذا فالحين اللي يتبقى من معاشق عقب ما خلصت الأمور الأساسية الاستهلاكية هاي في حياتي نعم خلال الشهر أوكي فتقسم المبلغ هذا تقسيم المبلغ اللي يطلع لك القيمة لطموحاتك تقسمها منه بيطلع لك كم شهر أنت تحتاج عشان توصل عشان توصل أوكي وهذه الأشهر تتويها بالسنة لهو بـ 12 يطلع لك بالضبط كم سنة تحتاج في يوم يطلع لك كم سنة تحتاج عسى تجمع عادي يطلع لك 20 سنة ثلاثين تقول لنا شو بقى من عمر يا عسى أنا أوصل لهذه الطموحات لكن هناك خبر حلو الخبر الحلو أن تقدر تحقق هذه الطموحات بالسنوات التي تضع فيها خطة حق هذا المشروع زائد دخلك لا يتم مثل ما هو أنت موظف الموظف لا يتم على نفس الحال صح يترقى يحصل بونس يحصل بالضبط يحصل لك زائد في بعض المشاريع يقدر يدخل فيها ويزيد على العموم الخطة هذه أو الأكسل هذا يشرح لك بالضبط أنت شو تبغي وكمل قيمة إذا كنت متخوف إذا شفت هذا الرقم موادي يخوف اطلع منها حط لك هداف ثانية أوكي أوكي نشوفهم مبهداف واقعية ما أكدر حققت مش واقعية تخوف لأن الواحد ساعات يتمنى وائد أشياء بضبط ولكن هذه ما بحلم نحن هاشي نبان طبقه في أرض الواقع أوكي نعم فطموحات مثل هذه وعشر تراف جداً صعبة لازم تكون الأهداف واقعية ملموسة أيضاً تقدر تحققها إذا وصلت لهذه المرحلة أنت بتقدر تكون مبتكر أكثر في وظيفتك زين مع عائلتك خلاص فاهم شو أهدافك في الحياة بكون مرتاح بالضبط بكون مرتاح حد من الشباب تلقى في تخبط مثلاً نعم سواء من أخواننا الشباب أو خواتنا كذلك في تخبط ما بين شو السيارة اللي أنا أباها شو اللي أبا أسوي أبا أبني بيت ولا أبا أجر أبا فيكون في نوع من التخبط ما بواضحة الأمور عند الرؤية عندها ما تكون واضحة بس إذا أنا سجلت بهاي الطريقة اللي تفضلت فيها خلاص فأنا عارف وين ساير بالضبط جميل بالضبط حسنا حسنا بعد ما أقوم بهاي تقسيمة حسنا كيف شكل الحساب البنكي عندي كيف يجب أن يكون حسنا 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 نحن اليوم بشكل طبيعي يعني عندي أنا حساب جاري حساب توفير حد من الناس تجده مثلاً عنده وديعة مثلاً ولا وديعتين ولا غيرها قليل من الناس ولكن معظمنا نحن بشكل عام حساب جاري حساب توفير صح صح نحن تكلمنا عن الأدوات اللي استخدمناها وظيفة مع التموحات المادية الحمني كيف أنك أنت تدير حياتك المالية وكأنا شركة هذه الخطة اللي أنا حطناها على أساس أني أقدر أنجح في حياتي المالية جميل قبل الله أشرح لكم أو أشرح لك أنا طبقت هذه لآخر خمس ست سنوات من حياتي طبقت هذه الطريقة والحمد لله نجحت معي بشكل كبير ما هي الخطة بالضبط صرت وفتحت حسابات بنكية على حسب إذا كان شخص مزوج أو كان شخص عادي يفتح لها العدد من الحسابات يكون أول شي الحساب الأول هو الحساب اللي يكون فوق حساب الدخل حساب الدخل هو الحساب اللي يكون عندك أي إنكم منه إن كان معاش أو إن كان عندك عقارات أو كانت عندك مشاريع المهم حساب يكون باللون الأخضر قالنا نقول إن كل الفلوس تدخل في هذا الحساب أوكي من تدخل هذا الفلوس في هذا الحساب تبدأ أن تتوزع بطريقتك الخاصة على الحسابات اللي أقولها الحساب الثاني هو حساب العائلة حساب العائلة شو يعني؟ حساب الزوجة الأبناء مصاريف أكثر من أي مصاريف استهلاكية شهرية تنزله في هذا الحساب الحساب الثاني هو حسابي الخاص حساب Safe مثلا هذا الحساب هو اللي تنزل فيه مصاريف الخاصة بترولي أكلي شربي أي مصاريف استهلاكية شهرية عادية مش ملابس وغيره لا لا مصاريف اللي تقوم عليه التلفوني وغيره كهرباء وغيره وعندك الحساب الرابع هو حساب التوفير سيفين كاونت هو الحساب اللي أنت تقدر ترى أنا أشرحهم كلهم بس أقولك الأسامي حساب التوفير بعدين عندك الحساب الأخير هو حساب الاستثمار زين سيف شو يعني الحسابات هذه اللي تحت الحساب الأول شرحتها حساب العائلة وحساب سيف هي أي مصاريف تكون استهلاكية شهرية يعني مثلا مع العائلة فلوس الجمعية بترول السيارة فواتير أي فواتير أخرى أي شيء استهلاكي يكون عليك هذه تنزدف هذا الحساب تشوف كم الرقم لن يجب أن يتجمع لقيمة تجمع كل الرقم يتجمع لك 6,000 أو 7,000 هذا هو الحساب هذا اللي بتنزد من معاشك خلصنا منه إي حسابين الخاص أنا شو أسوي في اليوم بضبط تطلع لي أنا مثلا أشرب الكوفي أسوي كذا سوي أنا أزلي بجت أنا أزلي رقم شرعة المصروف اليومي بالضبط فأنت أتحدلك مصروف يومي الشهري هذا المصروف اليومي أضربه بثلاثين يطلع لي رقم بضبط وأنزلي حقي في الشهر ألتزم فيه بعدين عندك حساب التوفير تصدق يمكن على طال المصروف يمكن يوم نحن كنا صغار موضوع الإدارة المالية عندنا أحسن تحصل لك ثلاث ربيات ولا خمسة تحط لهم أفضل خطة شو اللي ممكن تسوي أنت في هالمبلغ هذا أو بهالمبلغ خلال يوم ولا يومين نعم بس يوم زادت فلوسك الحين ما قد تتصرف ما قدرت أنت تتصرف فيها صح ولا صح فحساب التوفير الناس كلها تتحسى بأن حساب التوفير هو الحساب اللي أنا جمع فيه فلوس بس جي غلط حساب التوفير هو الحساب اللي فيه عندك أي مصاريف أنا أشوفه بهذه الطريقة أنا بهذه الطريقة تعامل معاي أي مصاريف سنوية احتياجية تحط هذا المبلغ في هذا الحساب سنوية يعني كل شهرين ثلاث أربع مثلا تحط بجهة للملابس أنت مثلا في السنة تشتلك ملابس بـ 12 ألف صح تشتري شنطة حق الحرمة مثلا بـ 10 ألف مثلا السيارة تحط لها مصصيانة 4 ألف أي مصاريف تشوفها سنوية تحسبها تجمعها كلها يطلع لك رقم مثلا طلع لك خلنا نقول 80 ألف معناتها أنت شهريا لازم تنزل في الحساب 7 ألف تقريبا 6 ألف ثمان 117 ألف تقريبا نعم الحساب الأخير هو الحساب الأهم هو الحساب اللي كل الفلوس اللي تبقت من كل الحسابات هذه تنزل فيها الحساب حساب الاستثمار أي مبارك تقدر تجمع ستتجمع عني في هذا الحساب فخلنا نقول تجمع مثلا من المعاش من العشرين أنت صرفتني مثلا ثلاثة أو أربعة هني خمسة الموصفة لك أني أربعة ألاف هذه الأربعة ألاف تضربها بـ 12 شهر أربعة ألاف ضربة 12 كم طلع لك 48 ألف في السنة 48 ألف هي الفلوس الصافية اللي تقدر تسوي فيها أي مشروع تبغي سنويا فيوم تسوي لك مشروع فهذا الحين مبادخار هذا استثمار استثمار فجزء من حسابي هذا يكون مخصص للاستثمار بالضبط فهذا المبلغ المتبقي هنا شو يصير له يبدأ ينمو يرتفع فمن تطلع الأرباح السنوية في أي مشروع تبغي تسوي تقدر المبلغ هذا يرتفع يصير إلى الحساب الأول وهو حساب الدخل وزاد دخلك سنويا ونفس الطريقة صارت نفس المنظومة ترجي من فوق تنزل تتوزع تصير مالي ثاني فوق لين ما دخلك يزيد يزيد على مدى عشر سنوات حطيت خطة واضحة وحصلت نفسك أنت عايش أفضل حياة مالية سيف مشكور مشكور على تلبيتك للدعوة شكرا على إثرائك لأفكارنا وعطيتنا ما شاء الله اليوم أعتقد وايد من الأدوات اللي بتساعدنا في حياتنا ويدخلين إن شاء الله ندير أمورنا المالية بطريقة أفضل حاضر حاضر بالعكس بس قبل لا ننهي لازم نستعبون بريف على الموضوع هذا واحد لازم يفهمون شو وضعهم إن كانت في الوظيفة كم سنة وغيرها اثنين لازم يديرون مصاريفهم وغيرها ثلاث عندهم أهداف اللي تبقى من هذا يحققون فيه ليبونا تمام واحد اثنين ثلاث أربع وانتهى الموضوع فائدة الناس هو أهمنا بصراحة زاك الله خير ربك إذا سويت شيء لربك لوجه الله بتحصل كيف الخيريك من كل مكان وهذا الشيء سيف مبغريب على عيال دولة الأمارات نحن الكرم موجود فينا ولله الحمد ودائما الشاب أو الشاب الأمارات يحبون يقدمون الأفضل دائما للناس وبدون مقابلة مشكور مشكور مشكور